اشتركوا في القناة بمحمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملك السلام عليكم الشيخ عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وخواتي المشاهدات والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركة وأن يعيننا فيه على خدمتهم وأن يلهمنا السداد اللهم أمين وجزاكم الله خيرا وأذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج 0501785536 على بركة الله نبدأ هذه الحلقة حديث عن تفسير قول الله تعالى حيث يسأل الأخ الكريم عن تفسير قول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين وصحابته الوري الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جزا الله السائل هذا خيرا هذه الآية من الآيات المهمة التي ينبغي لمسلم أن يتأمل فيها هذه الآية العظيمة يذكرون الله تعالى بالعرض عليه يوم يبعثهم الله جميعا الرجال والنساء الأولين والآخرين من جميع الأمم كلهم بل حتى الحيوانات تحشر وإذا الوحوش حشرت والله تعالى ذكر أيضا هذا الحشر في جميع الخلائق في قوله تعالى في اللوحة المحفوظ فجميع الخلائق تحشر لكن يهمنا الآن منها أن بني آدم أن الناس يجمعهم الله تعالى لفصل القضاء يوم يحشرهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه قال الله ووضع الكتاب فترى مجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا معاملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا وقال الله تعالى في سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أو حاله يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم والله تعالى يقول في آخر سورة عما يوم ينظر المرء ما قدمت يده ينظر ولهذا يقول بعض المفسرين في هذا الوقت إن الله تعالى يريد إنسان عمله يعني تسنه مع خوذ الله مراقبة اللي يسمون هذا الحين إش اسمها متابعة لا لا الآن الكاميرا كاميرا كاميرا مرابع يفتح لشهر شف وين تعمل يوم ينظر المرء ما قدمت يده انظر إلى عملك رب العالمين هذه قدرة البشر الآن وضعوا يعني الآن البشر وضعوا كاميرات مراقبة ما ينكر المجرم نشوف الآن عندنا الآن اللي تدائم تنشر الآن في أدوات التواصل مثل اللي يعتدي على سيدها ويسرق برصها يجبونه وهو يعمل اللي شسمه الجرم هذا قدرة البشر فما بالك بقدرة الله حسنا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ينظر شوف أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد رب العالمين يعلم كل شيء فلا يغيب عن الشيء جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما شاتبين يعلمون ما تفعلون فهذه الآية إخواني من أعظم ما يحيي القلوب يوم ينبئهم الله بما عملوا أحصاه الله ونسوه بعض المجرمين يوم القيامة يحلفون لله أن ما عملنا أبدا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء لكن يوم القيامة البينات تأتي فينبئهم تأتي رب العالمين يكشف لك تشوف عملك رب العالمين ينطق يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون يوم إذن يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين والآية الأخرى يوم تشهد عليهم ألسنتهم قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فالبينات يوم القيامة متوافرة ولا يمكن لأحد أن يجهد لا يمكن لأحدا لأنه يرى كل شيء أمامه البينات أهل البينات ولذلك قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد نعم أحسن الله عليكم يا شيخ عبد الله ونحن متواصلين معكم ومع سيلتكم أيها الإخوة والأخوات هذا يسأل يقول حديث الحج عرفة يسأل عن معناه وما درجته وما سببه هذا الحديث رواه أحمد وأهل السنن عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يعني فاتهم من يوم ثمانية فظنوا أنه فاتهم الحج فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج لأنهم إنما أدركوا يوم عرفة فأمر صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في الناس وقال الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فوقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى افتفثه وأدرك الحج فعندنا عرفة تنتهي وقتها بطلوع الفجر ليلة العيد من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج وهذا هو معنى هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ومعنى الحج عرفة أي عرفة أعظم أعمال الحج وهي ركن الحج الأساسي يعني هي ركن عظيم من أركان الحج عندنا أركان الحج الإحرام ثم الوقوف بعرفة ثم طواف الإفاظة ثم السعي عند من يرى أن السعي ركن ركن فكان الحج أربعة الوقوف بعرفة هو أعظمها من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج نعم أحسن الله إليكم يا شيخ هذا يقول أنه حج قبل خمس سنوات وقطعت غصن الشجرة من أشتاري عرفات فقال لي بعض الناس عليك فدية فما هي هذه الفدية لا الكلام بعض الناس خطأ ما عرفها ليست من الحرم عرفها من الحل ولذلك كانت قريش ما تخرج لها كانوا يدلسون في آخر مزدلفة يقولوا نحن الحرم ما نخرج من الحرم فالله تعالى أمرهم قالوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ولذلك طول العمر عرف بما أن عرف من الحل يجوز قطع شجرها لكن الدولة تصنع تزرع الشجر وتأمر الناس تأمر وتوظف من يحافظ عليه ويسجيه طول السنة ويهتم به ثم تجي تقطعه هذا يفساد الأرض نعم والمان لا يجوز يا إخواني أن الإنسان يقطع بصد شجرة من غير حاجة إلا إذا كان في ذلك نفع لكن عرفها ليست من الحرم يعني عرفها إذا كان فيها شجر من الأشجار اللي بتزرع وغير في الطريق يجوز قطع حتى لو كان محرم حتى لو كان محرم لأن المحرم يقطع الشجر في غير مك صحيح نعم نعم أحسن الله إليكم هذا يقول يرى شيخ الإسلام أن الخروج من المسجد الحرام للحل من أجل العمرة بدعة فما دليله وهل قوله راجح أو مرجوح شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله من علماء الإسلام الذين نفع الله تعالى بهم وأحيى بهم الأمة وما في الشكر أنه من المجددين حفظ الله به العقيدة وحفظ به السنة وجهوده لا يزال المسلمون الآن يعيشون في فيئ علمه الواسع الوارف والغريب الآن أن هناك جامعات غربية الآن ركزت في هذه السنين على دراسة فكر شيخ الإسلام من تيمية لأنهم رأوا أنه رجل عظيم عظيم جدا باختياراته وبأفكاره لكن هذا الرأي شيخ الإسلام بشر وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فشيخ الإسلام يرى أن الذين في مكة من الحجاج وغيرهم لا يجوز لهم أن يخرجوا إلى التنعيم ليأخذوا عمره ويرى أن هذا بدعة والصحيح أن هذا ليس ببدعة لكن يعني مهم مشروع الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه زوجته عائشة قال كيف يرجع الناس بحج عمره وأنا أرجع بس بحج لأنها حجة قارنة وعمرة هداك هذا الحج ما لها أعمال فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر تأخذ عمره تطيبا لخاطرها لكن ما نستطيع أن نقول أن هذا العمل بدعه هذا العمل ليس بدعه وإن كان العلماء يعني الأفاضل من التابعين وبعدهم رأوا تطبيقات ليست جيدة لحديث عائشة يعني في عهد طاووس شافت ناس كثير يخرجوا من المسجد وروحوا للتنعيم والإسلام ما بعد وصل إلى التنعيم صحيح وهي أفضل من العمرة لأن العمرة طواف السعي والطواف أفضل من السعي صحيح فكلام شيخ الإسلام رحمه الله فيه وجاه ولكن بس الحكم والله بالحكم بأنه بدعه شوي شديد والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة فيه ولذلك نحن نقول الذين في مكة أهل مكة الأولى بهم إذا أرادوا أن يعتمروا أن يكثروا توافطهم مرتين وهذه أفضل لهم من عمرة وطواف أهل مكة هو عمرتهم نعم أحسن الله عليكم يا شيخ عبد الله وبرك الله فيكم هذا يسأل يعني هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده هل هو من الحج وهل هي واجبة أو مستحبة أو لا علاقة بالحج الزيارة للمسجد وليست للقبر يعني زيارات القبور غير مشروعة أما المساجد الثلاثة فمشروعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فزيارة مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم سنة مستحبة والإنسان إذا ذهب ليتجعل بقاعة طاهرة وصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بالصلاة في الروضة الشريفة أيضا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم سنة لأنه وصل إلى هناك فيأتي إلى القبر ويسلم عليه السلام المشروع السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فإن مدحه قال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت بالله حق جاهدت هذا أيضا شيء طيب وعمل إن شاء الله خالح ونرجو أن يؤجر ونحن نشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا نحن نشهد لكننا لا نغلو فيه لا نغلو فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فأقوله عبد الله ورسوله أحسن الله لكم يا شيخ عبد الله وهذا يسأل يقول هل إذا طفت الوداع يجوز أن أشتري من مكة حاجات لسفري أو لأهلي وهل يجوز أن أوادع ثم أنام في أطراف مكة هذان سؤالان السؤال الأول هل إذا طاف الوداع يشتري يعني الذي يقرأ كتب الفقه يجد فيها تشتدات عظيمة إذا وادعت لا تشتري ولا تسوي ولا تعمل والواقع أنه إذا وادع يجوز له ويشتري ما يحتاج له في سفره وهدايا أطفاله ويسلعه رأعها زينه مروا شافها زينه لكنه إذا وادع ما عاد ينوي الإقامة خلاص لكن في مثل هذه الأيام الإنسان يوادع يروح للتبيس اللي مثلا بيوديه المطار أو يوديه بلده مثلا في الرياضة فيرجى التبيس جالسين ينتظر مثل البقية يعني خمسين واحد صحيح البقية بعضهم بارد ميت متى يجي متى يجي يمكن رح يشري بعد نعم كيف نقول نقول لها ولا بطل بطل ودعك ورجعوا وادعوا مرة ثانية لا خلاص كذلك أيضا بعض الناس الآن يوادع ثم يجد نفسه متعب لو مش على سيارك لم يمكن يحصل لحالة نقول له نم يا أخي نم ولو وادعت ليه يعني يا إخواني لو الإنسان معه بعيد خلونا نوصف العرحان من سيارك معه بعيد خارج بعد الزوال يوم اثنى عشر او ثلاثة عشر ورمى وراح نزل إلى الحرام وطاف طواف الوداع متى بيخلصوا يبعيده ولا العصر ما هم خلص نلم مع المغرب يا الله طيب ثم بعد ما خلص ركب بعيده متى يصل منه مواصل الأولين ينمون من عشاء صح ولا سيئة بأنه يوم حافل يوم بشغم متعب فمعناه أنه هو بعيده بينمون في مكة ها يعني إذا مشى إذا طاف ومشى سينام في طرف مكة لكن كانت مكة قريبا وادي كان منه خارج كان منه خارج فكان إذا مشى قليلا خرج من مكة الآن يا إخواني مكة لو قلنا لا تمسي في مكة معناه ما هم يمسي لين يطلع وراء الجامعة يتم القرى إذا كان بيجي للرياض متى بيصل ببعيده وين هذا يمكن تطلع الشمس ما يصل ببعيده ما نعم في اللين فلنجح ترى الأمور تغيرت وإن الإنسان إذا خلاص نوال وداع ووادع وخرج وهو متعب ينام في أي محل أكيد خلاص الرجل وادع وره نعم جزاك الله خير على هذا التنبيه الشيخ عبدالله وهذا يسأل يقول هل على الحاج وضحية يذبحها في بيته الحجاج أقسام قسم حاج ويزوجته ومدين عيالها ما عندها لهم أو ما لهم عيال هذا يذبح وضحية في بيته لمن ما عند حد صحيح لكن بعض الحجاج يجي يوم 12 في الليل ويذبح وضحية يوم 13 طيب هذا ما في بس يلحق نعم هذا رجم واحد رجم اثنين واحد يبي حج لكن زوجته وعياله في البيت في بيته هذا لو ضحها طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أهل كل بيت وضحية وضحية ثالث حج هو لكن عياله زوجته وعياله عند أبوه أو عند أبوها راح وعيده عندها لها وعندها لهم خلاص وضحية والدها وضحية والدها تكفي نعم فإن أراد أن يضحي هو أيضا وعياله عند أبوها وعند أبوهم ويذبح لهم وضحية يجوز نعم أحسن الله إليكم الشيخ عبد الله هذا يقول لم نجد مكانا في ميناء واستأجرنا في حي الغسالة قريبا من ميناء وبعضنا استأجر في جبل النور فهل يلزمنا دم أو يجب أن نذهب في الليل إلى ميناء لا يلزمكم دم ولا يجب عليكم أن تذهبوا إلى ميناء في الليل وتجلسوا في الطرقات لا أنتوا تذهبون إلى ميناء وترجمون والذي لا يجد يا إخواني مكان في ميناء يجوز له أن يجلس في الأماكن القريبة من ميناء في العزيزية في الغسالة في جبل النور في الأماكن القريبة من ميناء في مزدلفة هذه كلها أماكن يجوز أن يجلس فيها الحاج وهي أماكن إذا صلى في المسجد مهبل أجل الحجاج إذا خرج في الشارع مهبل أجل الحجاج فمعناها أنه في بيئة الحجاج لكن بعض الحجاج عادي يزودها شوي يطولها تجده يروح يسكن في طريق الليث بعيد أو يسكن في الصيفة غرب غرب أو يسكن يا أخي خليك أن تحول الحجاج إذا لم تجد في ميناء فاستأجر قريبا من ميناء مثل أخونا الساعد اللي يقول أنه استأجر في الغسالة أو في جبل النور أو في العزيزية هذه كلها قريبة من ميناء طيب هل يجب علينا أن نذهب في الليل إلى ما يجب عليكم إخوان الذين يذهبون إلى ميناء في الليل ويجلسون في هالطرقات عند عوادم هالتبسات وذي هذا ليس ليس بواجب ولا حتى مستحب نعم أحسن الله إليكم هذا يقول نحن من أهل جدة ونخشى أن تحيظ معنا بعض النساء فهل يجوز لنا الرجوع إلى جدة حتى تطهر نعم إذا الحاج يعني وقع لبعض نسائه أن حاضت وهو من أهل جدة أو من الطائف يروح يجلس حتى ولو أنه من أهل الرياض أو من أهل العراق أو غيره وحاضت المرأة وقالب نروح للمدينة نزور حتى حتى تطهر ونرجع يجوز المهم لازم يعني المرأة إذا حاضت لا يجب عليها أن تبقى في مكة لا إنما يجب عليها أن تطوف طواف الإفاظة نعم حتى لو خرجت إلى المدينة منورة لو خرجت مثلا إلى المناطق القريبة ونجلست فيها لاحظ الآن أن مثلا إذا خرجت إلى جدة يمكن تلقى سكة مريحة وعند أقربائها أو سدى أو حتى هي من أهل جدة فإذا طهرت فإنها ترجع وتنهي لكن بس يجب علينا أن نعرف أن من لم يطوف طواف الإفاظة يحرم عليه الاتصال بالنساء يحرم عليه الجماعة الجماعة لا يجوز لمن بقي عليه طواف الإفاظة طيب يسأل واحد ويقول زوجتي الآن حاضت هل يجب علي أنا برجع الجدة هني أطوف طواف الإفاظة ولا يجوز لي أخرج منها معها وارجع معها يجوز لك أن تخرج معها وأنت أرجع معها وإن قضيت أنت أديت طواف الإفاظة هذا أحسن نعم طيب طواف الوداع يسقط عن الحائض وسافر أهلات وسافر معهم نعم لكن إذا جمعت بين الطوافين لا يسقط إذا جمعت بين الطوافين معهم مي بحائض يعني إذا كان رجل أو امرأة أقروا طواف الإفاظة فطافوه مع آخر شيء وهم يريدون السفر هذا يجوز لكن من الأسئلة الغريبة أن واحد جاء للعام الماضي راح وطاف يوم العيد بعد صلاة العيد هو يزوجته وخواته وقال لهم خلاص ترضى يكفيكم عن طواف الوداع هاي نعم يوم العيد لا لا رجع ورمى وتسدى وبعدين واحدة من البنات يزهر لقير قالت لا ما يختلف وإياها وكانهم عزم وقل لها أنت ما تفهمين وأننا أدين ونوجع عندنا قلنا أنت قلطان طواف الإفاظة عن يكفي على الوداع إذا انتهى كل شيء خلص الرمي أما تأدي يوم العيد وتقول يكفي على الطواف الوداع وهو صحيح نعم طيب يا شيخ ما هو أول وقت الطواف الإفاظة وما آخره وهل يكفي عنه الطواف الوداع أول وقت الطواف الإفاظة بعد نصف الليل من ليلة العيد وآخر وقته يعني فيه شهر ذي الحجة إلا للمعذول يعني لو فيه امرأة الآن جاه النفاس يوم مثلا يوم عرفة ويحاجة نفسها ولدت في المستشفى في عربها أو في ميناء وانفاسها مثلا أربعين يوم متى تطهر عشرين واحد عشرين تقريبا واحد عشرين واحد هذه انتهى جاريحة لكن هي معذولة وكذلك لو إنسان مريض ومكسر وجاء الشيء هذا عذر يجوز لها أن يؤقر طواف الإفاظة حتى يزول عذر حتى يزول عذر هذا رقم واحد الذي ليس له عذر لا يجوز له أن يؤقر عن شهر ذي الحجة هذا السؤال السؤال الثاني هل طواف الوداع يكفي عن طواف الإفاظة؟ لا طواف الإفاظة يكفي عن طواف الوداع لاحظوا عندنا قولة يعني كلمتين هل طواف الوداع يكفي عن طواف الإفاظة؟ لا هل طواف الإفاظة يكفي عن طواف الوداع؟ نعم يكفي فالإنسان إذا يعني بقي عليه طواف الإفاظة فطافه ومشى بعده يكفي لكن لو نوى أنه وداع وقال خلاص الإفاظة أنا بسقط أنا بطفل وداع ويكفيني لا الإفاظة رجل لا بد أن تنويه لا بد أن تنويه بعض المالكية وبعض العلماء يقولون إذا فعل هذا وراح قال خلاص راح فهو قد نوى واجبا فيكفي نوى واجب فيكفي لكن إذا كان مراح أو كان بالإمكان عليه أن يعود ويقضي ويطوف طواف الإفاظة نعم يحسن الله إليكم هذا يسأل يقول امرأة دفعت من مزدلفة آخر الليل ووكلت ابنها في رمي الجمرة عنها مع أنها قادرة فما الحكم والله هذا القدرة القدرة يمنع التوكيل يعني إذا كانت قادرة فيمتنع التوكيل لكن إذا كانت يعني تظن أنها غير قادرة أو بتتعب أو في زحام وكذا فالأمر فيه تيسير أما مع جزمها بالقدرة فلا يجوز نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا يسأل عن وقت رمي الجمار رمي جمرة العقبة يوم العيد يبدأ من منتصف الليل وينتهي إلى فجر يوم أحد عشر وإذا لم يرمي في ذلك اليوم يمتد إلى آخر يوم إلى مغرب يوم ثلاثة عشر ورمي يوم أحد عشر وأثنع عشر لغير المتعجل يبدأ من الزوال الأفضل من الزوال وإن رمى قبل الزوال يصح إن رمى قبل الزوال يوم أحد عشر ويوم أثنع عشر ويوم ثلاث عشر إذا رمى قبل الزوال فيصح والدليل على ذلك أنه يعني لم يكن هناك لم يوجد نص يمنع الرمي قبل الزوال هذه رقم واحد إلا قوله بالعمر كنا نتحيّد والتحيّن لا يفيد إنه لا يجوز بل إن الأدلة تدل على الجواز أولا أول هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفة والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فرمي الجمار لإقامة ذكر الله والله تعالى يقول في الأيام المعدودات اللي هي أيام التشريق وذكروا الله في أيام معدودات في أيام قبل الظهور وبعد النهر مفتوحة هي مفتوحة فهذه لا يتدل على أنه يجوز قبل الزوال اثنين الله قال فمن تعجل في يومين فلا يزمعني والتعجل في يومين يخطط إنه يتعجل في أول اليوم وهو اليوم يبدأ من صلاة الفجر بعد الفجر لكن قول النبي أي أبينية لا ترمو حتى تطلع الشمس يعني يؤكد ويقول إن الناس ما يرمون إلا بعد طلوع الشمس يوم الثناث هذا الدليل الثاني من القرآن الدليل الثالث إنه عندنا أعمال الحج أربعة الطواف والسعي والحلق والتقصير والرمي والنحر خمسة خمسة طيب نأخذها واحد واحد الطواف يجوز قبل الزوال وبعده في أي يوم من أيام طيب والسعي يجوز قبل والحلق يجوز قبل الزوال وبعده والنحر يجوز قبل الزوال لماذا يخوهن هالمسكين ذا الرمي ذا ما يجوز الله بعد الزوال خلوا مع أخوانه خلوا مع أخوان يجوز قبل الزوال بعده طيب يسأل سائل يقول هل الرمي قبل الزوال أفضل يقول لا 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 الرمي بعد الزوال أفضل لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الخلاف هل يجزي ولا لا أما الأفضل فالرمي قبل الزوال أفضل نعم جزاك الله خير الشيخ وبرك الله فيك وفي علمك وأثابك الله وجعل ذلك في موازين حسناتك وأنت يا أخي وإخوان اجزاكم الله خيرا ونسأل الله تعالى يثيبكم ويوفقكم ونسأل الله تعالى أن يسر الحجاج حجهم وأن يعينهم على أدان سكرهم وأن يعين جنودنا الذين يخدمونهم وكالشافة المنتدبين لهذا الأمر وجميع الموظفين الذين يخدمون الحجاج نسأل الله تعالى أن يتقبل عملهم وأن يغفر ذنوبهم ونسأل الله تعالى ولولاة أمرنا أن الله يسدد أعمالهم ويبارك في جهودهم ويحفظهم ويحفظ بهم دينه ونسأل الله تعالى لجنودنا المرابطين على الحدود أن الله يثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم ويغفر ذنوبهم ويسر أمورهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخواتي لهنا ونأتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى وقد جاب عن أسئلتكم مع للشيخ الدكتور عبد الله بمحمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكي جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ونجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله وهذه تحية من الزملاء كافة ومن المخرج معجب بن حمد الدوسري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر